احتلت صورة أردوغان بقوائم الاقتراع هذه سنوات من عمر الانتخابات في البلاد فمنذ عقديني والرئيس رئيس أو مرشح فهذا الرجل الذي أكل الشيب والسياسة رأسه ما زال صوته يسعفه في أن يخطب بجماهيره الغفيرة أذ وظف الموارد الحكومية لصالحه وأنفق بيس خاء على البنية التحتية لإرضاء الناخبين كل هذه الأكياس التي كانت تجهز لتحسم نتائج الانتخابات التركية تتكدس فيها أصوات الأتراك والتي أثبتت أن للرئيس التركي رجب طيب أردوغان حصة الأسد فيها أمام منافسه المعارض كليتشدار أغلو حتى الآن على الرغم من أن هذه الأسواق التركية تعج بالمنتجات إلا أن الوضع الاقتصادي المتردي يسمح لعدد كبير من الأتراك بالمشاهدة فقط لا بالشراء إذ يرغب الأتراك الآن بحسب مراقبين ببعض الاستقرار ويستبعدون فكرة التغيير فالبلاد لم تعد تحتمل أي نوع من المجازفات خاصة وأن الرئيس التركي يلعب على حبال سياسية عدة قضية اللاجئين السوريين والتواغل التركي في شمال الأراضي السورية فكل هؤلاء المقاتلين يتدربون منتظرين إشارة واحدة من أنقرة نحو هدف مقبل إضافة إلى أن أردوغان قام بسلسلة هجمات عسكرية استهدفت جماعات كردية في البلاد وخارج حدود البلاد باتجاه كل من العراق وسوريا هجمات تباه بأنها نفذت عبر طائرات مسيرة وحربية تركية الصنعة فالصناعات العسكرية المحلية لقيت صدا واسعا لدى الناخبين بحسب محللين كانت هذه السيدة تبكي بحرقة قبل أشهر على قبر أحد ضحايا الزلزال لا شك أن وعود أردوغان بإعادة الأعمار لن تبرد من حرقة قلبها كثيرا فالزلزال فبراير جعل بلاد تهتز بأكمالها فيما بقي كرسي الحكم ثابتا في مكانه ينتظر إن كان صاحبه سيعود إليه على عجل هلال علي الحدث لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير لا تنسوا الاشتراك بقناتنا على يوتيوب الضغط على سر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات ترجمة نانسي قنقر